أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أن الدولة وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية وأشار عصمت خلال استقباله سفيرة مملكة البحرين فوزية بنت عبدالله إلى أن الخطوة الأكثر أهمية كانت في التعديلات التشريعية التي تمت لتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة من جانبها أكدت سفيرة البحرين أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة